أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت بشأن التواصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرضعيات الدولية جاء ذلك خلال استقبال سيد الرئيس لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حيث تم تأكيد على علاقات الشركة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السيد دانيال جرابنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكية ناقلا سيادته تحياته إلى الرئيس جو بايدن ومؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتطلع لتعزيز التنصيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة من جانبه نقل بلينكين إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي مؤكدا أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فإن واشنطن تعول على التنصيق الحثيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية حيث أكد السيد الرئيس إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحدية من الطرفين مؤكداً سيادته موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين وقد تم في هذا الصياق التطرق إلى قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مشدداً سيادته على أهمية الدور الأمريكي للإطلاع بدور مؤثر لحل حالة تلك الأزمة ترجمة نانسي قنقر